بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة. حلقة النهاردة بالتأكيد نلقي فيها الدوق على الاستعدادات الأخيرة وليلة مباراة الأهلي والنجم الساحلي في طبعا ختام مباراة الجولة الخامسة من مباراة المجموعة الثانية لدور أبطال إفريقيا. مباراة لا تقبل القسم على سنين. مباراة لا بديل عن الفوز من أجل موصلة المشوار وتصدر المجموعة قبل المباراة الأخيرة والختمية في الجولة السادسة بعد أسبوع إن شاء الله في السودان أمام الهلال السوداني اللي النهاردة عمل نتيجة إيجابية وفي صلحه بعد الفوز في زنبابوي بهدف مقابل لاشيء على فريق بيلاتينيوم ليصعد فريق الهلال إلى المركز الأول مع النجم الساحلي متساويا ب9 نقاط في انتظار نتيجة مباراة الغد بين الأهلي والنجم الساحلي. حالة النهاردة بالتأكيد عن تابع فيها الاستعدادات الجارية وآخر ترتيبات النادي الأهلي لهذه المباراة قائمة الفريق التي اختارها ريني فيلر المدير الفني السويسري لنادي الأهلي استعلادا لخوض هذه المباراة أيضا كمان هيكون معنا إن شاء الله متابعة حية وحصرية لتدريب فريق النجم الساحلي التونسي كلام بالتأكيد خوان كارلوس جريدو. تصريحات أيضا كمان ريني فيلر واستعداد كلا المديرين الفنيين لمباراة الغد بين الأهلي والنجم الساحلي التونسي طبعا في هذه اللحظات بالتأكيد بنتكلم عن جزئية مهمة جدا فيه كلام كتير ممكن يتقال عن البطلات الإفريقية والاتحاد الإفريقي وكلام كتير بس مش توقيته أن يتقال لأننا عندنا مباراةين أمام النجم الساحلي التونسي وأمام الهلال السوداني نكسب المباراةين نكون في صدارة المجموعة ونتأهل للدور ربع النهائي دور التمانية مش بتكلم في مكسب وتعادل أو أربع نقط أو كلام دا كله مش بنتكلم في حسابات بنتكلم أنت كنادي أهلي لأن طبيعة النادي الأهلي بالتأكيد بيلعب دايما على المركز الأول بيلعب على البطولة الإفريقية بيلعب دون النظر لأي حسابات أخرى ودون النظر لأي نتائج لأي فريق آخر حتى إذا كانت النتائج لن تساعدك في التأهل وانت واصل لسبع النقاط والفوز على النجم إن شاء الله يبع عشر نقاط في النهاية القرار قرارك والنتيجة أنت اللي بتحققها وشخصية الأهلي دايما بتظهر من معدن وقدرة لعب النادي الأهلي اللي بيتحطوا ساعات في مواقف ممكن تكون صعبة لكن هنا بقى بيبان شخصية النادي الأهلي وشخصية لعب النادي الأهلي وإزاي إيمة التشيرت اللي انت بترتديه في مباريات مهمة وحاسمة زي المباراة اللي جاي مباراة النجم الساحلي مباراة بسلس نقاط لكن في نفس الوقت تدعك في الصدارة بشكل مؤقت في انتظار الجولة الأخيرة وطالما أن النادي الأهلي يسعى للفوز باللقب والفوز بالبطولة أنت تسعى للإحراز الست نقاط في المباراة إذا كانت هناك أي مباراة أخرى لم يحلفك فيها التوفيق أو ظروف ما لم تساعدك على أنك تتصدر المجموعة مبكرا أو تحسم يعني تأهلك مبكرا في النهاية القرار قرارك والمباراة بين أيديك عندك مباراة النجم الساحلي التونسي هنا إن شاء الله في القاهرة بكرة الدعم والمؤذرة والمسندة موجود الجماهير كلهم بالتأكيد موجودين في ظهر اللاعبة والجهاز الفني من أجل تخطي هذه المباراة ثلاث نقاط تضعق في الصدارة ولو بشكل فيها نسبة 60-70% أهل لكن في النهاية مباراة الهلال السوداني أصبحت هي المباراة اللي تحدد بشكل كبير جدا شكل المجموعة والمتأهلين من هذه المجموعة المباراة التي قام إن شاء الله في الخرطوم يوم السبت القادم وبالتالي مازلنا بنراهن على شخصية لعب النادي الأهلي وقدرات وإمكانيات لعب النادي الأهلي ومازلنا بنساند وبنؤازر اللاعبين في هذه المرحلة الصعبة من البطولة الإفريقية ويجب على اللاعبين بالتأكيد في مباراة الغد أن يعي جيدا أن هذه المباراة مباراة حاسمة من أجل التأهل من أجل إسعاد الجماهير التي ظلت دائما وأبدا تقف خلف الفريق في أي مناسبة وفي أي ظرف قلت في بداية كلامي لعبة الحسابات المعقدة مش هنتكلم في تفاصيلها كتير لأن في النهاية القرار والمكسب في إيدك أنت تكسب الست نقاط تتأهل في الصدارة وفي النهاية سواء المركز الأول أو المركز الثاني في النهاية المواجهة اللي في دوري الثمانية أو المواجهات القادمة كلها في غاية الصعوبة لو بنبص على كل المجموعات بتقترب بنسبة كبيرة المركز الثاني بين الزمالك والرجاء المغربي والوداد المغربي إذا تصدرت ستواجه أي منهم إذا ذهبت إلى المركز الثاني ستواجه سانداونز الترجي مازنبي في جميع الأحوال مباريات ضرب عن نهاية مباريات صعبة وحسمة لكن شخصية الأهلي شخصية البطل هنا تتوقف على تفكير ومنتاليتي وأداء لعب النادي الأهلي في المباراتين القادمتين مبارات النجم السحلي ومبارات الهلال السوداني تكسب الست نقاط تتأهل في الصدارة وبالتأكيد كل الجماهير هتكون في ظهرة بداية من مبارات الغد وإن شاء الله نصق ثقة كبيرة في من يرتدي تشيرة النادي الأهلي أنه هيكون قادر ويكون على قدر الحدث وفي التوقيت المناسب بالتأكيد إن شاء الله النادي الأهلي هيكون جاهز للتأهل من خلال هذين المباراتين مبارات النجم السحلي ثم مبارات الهلال السوداني قبل ما أدخل في تفاصيل الحلقة النهاردة بالتأكيد معنا فيها اتنين من الضيوف المهمين جدا الفقرة الحوارية الأولى هيكون فيها الأستاذ جمال الزهيري طبعا الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الكبير هيكون فقرة صحفية وإعلامية